كما تبعنا نهاية المباراة بفوز المنتخب التونسي بهدفين مقابل واحد المنتخب المغربي حاول أن يسجل خلال المباراة لكن خلق لنفسه محاولات عذية ولم يتمكن من التسجيل يحضر مع أي مدرب المنتخب المغربي إيريك غيريتس كوتش لمروك غيريتس المغرب حاول أن يسجل خلق كثير من فرص لكن مرة أخرى مثل العادة يخلق فرصه لكنه لا يسجل ما سبب لم يكن هذا مشكلنا دائما ولكن مشكلنا حاليا ربما سوء الحظ في الشوط الأول الفريقان لعب وخلق كثير من الفرص وكان لدينا فرصة أكثر أو اثنين ولكن تونسي التي سجلت وهناك في الشوط الثاني بذل كثير من الطاقة وفعلنا ذلك مدة ثلاثين دقيقة الأخيرة خاصة وكنا عندما نخسر الكورة يصعب علينا استرجاعه في الأمطال الأخيرة وفي ثلاث دقيقة الأخيرة فقدنا تنظيمنا تماما وفي ثمانية دقائق الأخيرة فقبلنا هدفا ثاني كان ربما هو القاتل وهذا ما أزعجنا كثيرا وأغضبنا كثيرا إلى الدقيقة الثانية إلى آخر ثانية حاولنا نعود في المباراة ولا من نستطيع أن نفعل ذلك دخول الهدف الثاني هو الذي قضى علينا اليوم المغرب لديه نقطة أقل من تونس وبنسبة لجابون نقطتين في الحقيقة هل ما زال لدينا كثير ما يكفي من الوقت لكي نتدارك الأمر؟ أنا أعتقد أنه لا بد أن نفكر في الأخطاء ونحاول تصليحها أولا وأن لا ننسى أبدا أننا قمنا بمباراة جيدة وثلاثين دقيقة جيدة جدا في الشوط الأول حصلنا على كثير من الفرص ولكن مثل ما قلت أنت لا بد أن نكون جديين أكثر واقعين ونسجل أهدف هل أن اليوم يمكن أن نرى المغرب الذي لعبه ضد تنزانيا؟ ممكن لو نتواصل إلى أن نسجل أحنا الأولين ممكن ونسعيد الثقة في أنفسنا المهم الآن هو أن لا نفكر في الفرجوية وأن نفكر في اللعب الجدي شكرا جزيلا إذن كما قال المداري بغيرتس المهم هو الرجوع في المباراة المقبلة كما قلنا مرة أخرى المنتخب التونسي والمنتخب القابوني بثلاث نقاط في الصفة الأول المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري بسفر نقطة بتقدم بسيط للمنتخب المغربي بتسجيله لهدف وحيد أعود للستوديو في انتظار التقاء بعد لايب آخرين ترجمة نانسي قنقر